بما أنه نحكي عن السعودية والفن والخليج بشكل عام يمكن آخر الانتاجات الفنية كانت المعطف جريدة الرجل الثاني أين أذهب أعمال ضخمة تحمل توقيع موسيقار دكتور طلال نحكي عن هذه التعاونات دائما يفاجأنا ويفاجأني طبعا دكتور طلال بنوعية الأغاني وليس في نفس النسق اليوم أغنية مصرية اليوم أغنية قصيد بالنسبة لي الفرصة التي أعطيها أن ينغني من قصائد نزار قباني هذه فرصة لا تعاود بالنسبة لي وكريم العراقي أعدت التجربة معه من خلال المعطف وغنيت له زمان البديل أن أعتبرهم مهمين في حياتي وإضافة للخزينة الفنية متاعي شخصيا طبعا بالنسبة لي أنا وحتى طريقة التصوير حتى طريقة يعني فيها مستوى توزيعا يعني توزيع الأغاني يعني هي أصلا فيها روح صابر رباعي وأكيد وليد نصيف الإخراسة نفس الشيء نحب أن نوجهه للتحية لأنه يعني ينتعبوا شوية معي ينتعب مع بعض يعني يعني متعرف قدمت حتى باللهجة الخليجية قدمت أولينة كيش ملك كمان يعني مش مكثر في الغناء باللهجة الخليجية مقصر مقصر إلى حد ما إن شاء الله الجاي يكون أحسن يكون فهم مقصر إلى حد ما